الظهر بتوقيت القاهرة وانتهت بخسارة ونتيجة ساقيلة بخسارة المنتخب أربعة أهداف مقابل هدف المباراة الغاية الثمانية والثمانين كانت بتصير في اتجاه أن المباراة تخلص اثنين واحد والشكل نوعا ما يعني كان مختلف شوية عن مباراة إثيوبيا طبعا بشكل عامل شكل يعني النتيجة والأداة والأسلوب مش ده منتخب مصر اللي كان لغاية شهر مارس بيلعب تصفيات كأس العالم آه التطور الشكل الهجومي ما كانش موجود والنتائج برضو مازالت تسلبية لكن على قاله كان فيه روح كان فيه روح في كأس الأم الأفريقية كان فيه روح في تصفيات كأس العالم ايه اللي حصل او ايه اللي اختلف هل اختيار الجهاز الفني هل إدارة اتحاد الكورة لم تحصن التصرف مع كارلوس ساكيروش وكان من الأفضل استمراره يعني الموضوع ده محتاج دراسة متأنية على فكرة في التوقيت اللي تم فيه تعيين الكابتن إيهاب جلال يمكن أنا وقتها كنت مستغرب جدا من هذا القرار وكنت أتمنى يكون فيه تعيين مدير فني مؤقت للمرحلة دي وبعد كأس العالم يتم تعيين مدير فني أجنبي لمنتخبنا الوطن لأنها زي ما انتوا شايفين المرحلة الحالية مش محتاجة يعني انك يعني تعمل جهد كبير لأن التصفيات زي ما انتوا شايفينها مباراة غينية مباراة إثيوبيا ثم في شهر 9 عندك مباراتين فيقدر أي مدير بوطن يتخطى المرحلة دي وبعد كأس العالم بعد ما المنتخبات تخلص كأس العالم تقدر تتعاقد مع مدير فني أجنبي لأربع سنين جايين يعني عندك أولمبيات وعندك كأس عالم وعندك أحداث كتيرة بعد كأس العالم اللي جاي فيه الدوحة لكن تم تعيين إيهاب جلال كسب مباراة غينية خسر بشكل غريب جدا من إثيوبيا والمباراة فنيا وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي والروح كمان المنتخب ما راحش أصلا لعب في ملاوي والنهاردة أمام كوريا كان عندنا أمل أن اللعيب على الأقل يعني تثبت النهاية عندها حمية على فكرة ارتداء وتمثيل تي شيرت منتخب مصر لكن ما شفناش هذا النهاردة برضو بنسبة كبيرة طيب الجزء الفني أنا مش هتكلم في جزء الفني أنا مش مختص بالأمور الفنية فهم دربيني يقدروا يتكلموا في الأمور الفنية لكن أنا هتكلم على التخطيط أنت عينت الكابتن إيهاب جلال وديته المسئولية نتفق نختلف عن القرار أو على القرار خلاص انت خدت القرار وعينته هل يليق بعد 14 يوم من تولي المسئولية يتم توجيه الشكر ليه؟ ألف بإدارة؟ لأ يعني ألف بإدارة؟ استحالة يا إما أنت كان قرارك غلط فأنت اللي تتحاسب عليه مش المدرب ده واحد فالطبيعي أن الكابتن إيهاب جلال يكمل الفترة اللي جاية عشان لما نحسبه نحسبه بعد أجند التسعة وأنه نحسبه على أجندة مارس اللي جاية يبقى خدم ساحة وقت ندر نحاسب الجهاز الفني لكن لو تم إيقالته في اجتماع يوم الخميس اللي جاية والأخبار والمعلومات اللي تم تسريبها وأنه وراح أمريكا فترة أجازة أسبوع والاتحاد هيجتمع يوم الخميس عشان يشوف المرحلة اللي جاية إيه اللي هيتخذ أو إيه اللي هيتخذ من قرارات لو كابتن إيهاب جلال تم إيقالته هل ده صح؟ ده قالت بي في الإدارة أكبر غلط الرجل ما كملش 14 يوم إيه البصمة اللي قدر يحطها على المنتخب عشان تحاسبه على الفترة الحالية فبالتالي لما هتحاسب لازم تحاسب الاتحاد على أنه خد قرار زي ده في توقيت صعب زي ده طب هتحاسب الاتحاد إزاي؟ الاتحاد لسه متولي المسؤولية في شهر اتنين اللي فات أو في شهر يناير اللي فات بقاله بالضبط خمس شهور أو ست شهور الآلية اللي هتحاسب بها الاتحاد خاصة أن المشكلة دلوقتي مع اتحاد الكورة مش مشكلة فنية بس في اختيار المنتخب الأول لا ده عنده مشاكل إدارية تانية أصعب وأكبر من المشاكل الفنية وهي مشاكل إدارية تتعلق بكيفية إدارة ملفات الكورة المصرية من مجلس إدارة الاتحاد اللي لسه معين أو لسه منتخب من حوالي خمس شهور برضو أنا بحاول قدر إمكان أكون دقيق جداً في ألفاظي لأن مش حاسب مجلس على ثلاث سنين أو أربع سنين فاطلع أقول لكل اللي عندي لا هو ماكملش خمس ست شهور هل ماقدرش لسه يوزبط دولاب العمل داخل الاتحاد هل عنده مشاكل في كيفية إدارة المدير التنفيذي لملفات الكورة أو ملفات اللي جان داخل الاتحاد هل المجلس مش بنفس قوة أو خبرات إدارة ملف زي ده أو إدارة اتحاد زي اتحاد الكورة الأمور دي لازم تتناقش بهدوء لأن أي قرار متعلق بإيقالة أو استقالة لأبعاد ومحدش يطلع يقولي أصل الليحة بتقولي لو المجلس استقال في ثلاث شهور هيتم انتخاب مجلس جديد نفس الليحة دي بنفس البنوت دي كانت موجودة في 2019 وتعينت لجان لمدة سنتين ونص في القرى المصرية وإحنا حاليا بنجني سمار تعيين هذه اللي جان في الفترة السابقة من تخبط إداري من تغيير لجان على المستوى المالي في أزمة وده مش على لساني ده على لسان رئيس الاتحاد قالك في 2016 دخلت كان فيه فائد 25 مليون لما مشيت ورجعنا على في 2022 اللي التحاد حاليا ما تجيون ب600 مليون فأنت عندك أزمة وعندك مشاكل مالية عندك مشاكل فنية لأن كان عندك كذا مدير فن في الفترة السابقة تم توجيه الشكر لي ميشي أجيري جي الكابتن حسام البدري وكان هيجي إيهاب جلال وقتها ما كان حسام البدري بالمناسبة لكن وقتها تم تعيين حسام البدري ميشي حسام البدري وما كانش عنده نتائج سلبية بالمستوى البطولات والأرقام ما كانش فيه نتائج سلبية لكن ميشي ويجي كارلوس ساكيرش شفنا نظام وتخطيط لكن ما شفناش نتائج فتم توجيه الشكر لي جي الكابتن إيهاب جلال في ظرف أسبوعين عايزين يتم توجيه الشكر لي ويتم إقالته دي مش إدارة دي مش كورة اللي بيتم التخطيط لها بالشكل ده لا على المستوى الإداري من تعيين لجان سمى مجلس دارة منتخب ولا على المستوى الأجهازة الفنية بتعيين كل هذه الأجهازة الفنية في ظرف سنتين أربع أجهازة فنية في ظرف سنتين صعب جدا على أي إدارة اتحاد أو هيئة رياضية تدير بالشكل ده فلما نقش الإخفاقات دي لازم نناقشها بهدوء ولما نناقشها نناقشها عشان هدف واحد بس صالح القرى المصرية هل صالح القرى المصرية توجيه الشكر للجهاز الفني ولا لأ ولو وجهنا الشكر من البديل والبديل اللي هيجي إيه الاستراتيجية اللي عنده ولو خسر ماتش هنقوله نوجه الشكر ليه برضو ولا لأ ما هنعلف في نفس الدائرة نفس الأمر بينطبق على اتحاد الكورة يقدمه استقالة هلعب في انتخابات ولا هتتعاين لجنة من الفيفا من مصلحة مصر يتيجي لجنة ولا هتتعاين الانتخابات بعد ثلاث شهور مين يضمن أن اللي هتتطبق وييجي مجلس بعد ثلاث شهور ومين المجلس اللي ممكن ييجي الفترة الجاية كل الأمور دي لازم تتناقش بهدوء قبل ما يتم اتخاذ القرار بالإضافة لده لو المجلس اللي موجود حالياً في اتحاد الكورة عنده مشاكل ازاي نعالجها ازاي نعالجها لو في حد بيشتغل بشكل خاطئ عن قصد يتم محاسبته وده حالياً بيتم من خلال لجنة مشكلة من الوزارة عشان يشوف الأخطاء الإدارية اللي جواهة للاتحاد مين المسؤول عنها لازم يطلع حد مسؤول عشان يتم محاسبته مدير تنفيذي مع السلامة ويجي مدير تنفيذي تاني بس اللي هيجي لازم يكون راغل يستحق هذا المكان مجلس الإدارة نفس الكلام مين في المجلس لا يستحق الاستمرار واحد اتنين تلاتة نعمل انتخابات على المراكز دي وندير الاتحاد في الفترة اللي جاي بشكل مختلف لكن ممكن تيجي لجن هل ده من مصلحته الكورة إيه اللي جان اللي هتيجي وهل اللي جان اللي هتيجي هتبقى موافقة الكاف والفيفا ولا هتيجي موافقة مين لازم الامور دي يتم دراستها لمصلحت الكورة المصرية قبل ما تطلع بقرار سهل جدا إقالة الجهاز الفني إقالة اتحاد الكورة أو استقالة اتحاد الكورة ما أسهل هذه القرارات لكن على المدى البعيد ده فايدة ولا ضرر أكيد هيبقى فيه ضرر لان احنا جربنا ده كذا مرة وفي كل مرة بنقرر نفس الغلط وبنواجه نفس المصير ومحدش عايز يتعلم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف أخبار الأهلي وإزاي الأهلي بيستعد وكمان نشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي إيه خلال الساعات الأخيرة